وهذا سائل يقول ما حكم من يسب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهل يجوز لي أن أجالسه وأصاحبه علما بأنني نصحته فلم يتقبل النصيفة من يسب أصحاب النبي على العموم هو كافر كالراغر وأشباعي من يسب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هو كافر لأن يسبه يدل على بغضه ومن أبغضهم ومن يهبنا بما جاءوا لأن أبغضهم وسبهم ورأى أنهم غير عدون هم من يقل القرآن والسنة معناه أن القرآن باطل لأن نقلتها في الساق أو في الطاق ونقلت السنة باطلة لأن نقلتها في الساق أو في الطاق فمعناه يهب الدين معناه هذا كله يهب الدين وعلموا صحة كله صبوا الصحابة صبوا من نقلة العلم وخيرها للأمة ولا يجالس مثه أولى ولا يصح مثه أولى بل يهدرون فالأمه لا ولات الأمه لكان هناك صلاة أمه في بلد التي جاسبت لكن فيها ولات أمه لنصرنا الحق نعم نصر الله لاتبناه ترجمة نانسي قنقر